أستاذ رائد يعني أنا إذا تسمح لي أنا ما أحسد أي مسؤول تنفيذي بالوقت الحاضر على الوضع اللي إحنا دنعيشه لأنه التنفيذ هو لا يتجاوز الخمسة بالمئة وبعض الأحيان أقل من هذه النسبة في أكثر المشاريع لما تفضل به سيد النائب السبب الواضح جدا أنه الأسباب اللي أدت إلى وضعنا بالوقت الحاضر اللي جزء منعتها هو سوء إدارة الإيرادات وسوء إدارة النفقات أيضا اللي تنفق بشكل ما بمردود ولا بأي نتائج واضحة تنفع به المجتمع طيب فلهذا يعني الخطة الخمسية جائز موجودة على الورق أكيد يعني هذا من واجبات وزارة التخطيط أنه تضع خطط خمسية وسنوية ولكن أنا بالوقت الحاضر الخطة الواضح تنفيذها هو أنه حتى الآن شهر العاشر ورواتب الموظفين لم تصرف هذا معناها أبو سوء بالتنفيذ إذن ماكو تنفيذ أكو تخطيط نعم أكو تخطيط للخطة الخمسية لكن نسب أو بعض النسب حتى نكون واضحين لا تتحدث به سعد عبد الزهربن بأنه أكو إنجازات موجودة أعتذر من جنبك